لا تزال مدينة حيس جنوبية الحديدة تشكل لوحة أسطورية في الصمود والتحدي بفضل أبطال القوات المشتركة الذين كسروا آمال الحوثي في تحقيق أي تقدم يذكر على هذه المدينة وكبدته خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والعتاد من جديد تحاول الميليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع القوات المشتركة إلا أن يقضت الأبطال أفشلت التسلل الحوثي وجعلت عناصره تتلقى الصفعة تلو الأخرى وأفقدتها توازنها وكبدتها خسائر كبيرة وضمن خلقاتها المتواصلة للهدنة الأممية تحاول الميليشيات جاهدة التقدم سوب مواقع القوات المشتركة والتسلل إلى مزارع المواطنين القريبة من خضوط التماس إلا أن الأخيرة باغتتها برد قاس أوقع العشرات من القتلى والجرحى في صفوفها وجعلت البقية تلوذ بالفرار هذه المشاهد الليلية تظهر جانبا من الاشتباكات أثناء محاولة الميليشيات التسلل إلى مواقع الأبطال وصرعان ما تحول هذا التسلل إلى محرقة للعناصر الحوثية مدفعية القوات المشتركة استهتفت تجمعات وتعزيزات لعناصر الميليشيات محققة ضربات موجعة في إحطى النقاط الواقعة قرب منطقة بني الهديش التي اتخذت منها الميليشيات نقطة استقدام لمقاتليها وجعلت منها منطلقا لهجاماتها وخروقاتها أما المتارس التي تستحتثها الميليشيات في الحديدة فقد شكلت مدينة حيس مصرحا للخنادق الحوثية الطويلة التي امتدت بين مزارع المواطنين وباتت مصرحا ومقبرة لعناصرها وخلال اليومين الماضيين كانت الميليشيات قد حفرت أنفاقا وخنادقا في خضوط التماس وحفرتها من ثلاثة اتجاهات امتدادا من جهة مثلث سقم وحتى قرية الشوعين جنوبا ومن جهة مزارع المواطنين المطلة على حيس شرقا ووادي نخلة ومفرق العدين شمالا لتواصل بذلك خروقاتها اليومية للهدنة الأممية التي لا وجود لها سوى في أجندات الساسة ترجمة نانسي قنقر